اهلا 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 ازايك? عاملين ايه? اخباركو ايه? ايه? النهاردة هشتغل معاكم شال كده او اسكارف. ايه ينفع العيد القوم ينفع هديشك قوي ينفع حاجة برضو كاجول كده لطيفة قوي. هو طالع تريند قوي على على بنترست. بس فكرته سهلة 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 جدا. هو الشال عبارة عن مسلس. بس التزايد فيه من جنب واحد بس. طبعا هو مش باين قوي في الكدر عشان يعني حاجمه كبير بس زي انتم شايفين بصوا. من ناحية بيبقى رفيع ومن ناحية التانية بيبقى عريض. وبعدين في الجزء العريض ده بنعمل زي عراوي كده. بيتلافي فيها الجزء اللي هو ده ويتدكك فيها كده ويبقى. انا احطلكوا الصورة بتاعته الاصلية والصورة بعد التنفيذ. وبيبقى حاجة شبه كده يعني. بس طبعا مش مش بالكالكاعة دي انا. انا هشرحوا معيكو هو سهل جدا وانتو هتشوفوا الصورة هتفهمهم قصدي ايه. فهنبتدي شغله مع بعض. آآ هنبتدي الموديل سهل على فكرة قوي قوي قويان. اول حاجة هبتدي هعمل انا هجرب هنا على عينها صغيرة عشان طبعا مش هعمل كل الكمية دي قدامكم. هبتدي اعمل تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. تمام? وبعدين هاخد لفة واجي عند اول سلسلة. اعمل عمود. تمام كده? فيبقى انا كده معي كم عمود? واحد اتنين. وهاخد لفة على الابرة. والف الشغل. تمام? فحيبقى انا معايا المفروض ان هنا عمود وهنا عمود. يبقى انا هلف الشغل معايا اتنين عمود. هيخد في راس العمود دي غرزة حشو. وفي تاني سلسلة هنا انا كنت اشتغلتها. الهي بمثابة العمود الاول هيخد غرزة حشو. فبقى معايا هنا غرزتين حشو. هرتفع اتنين سلسلة. ولف الشغل. وايخد عمود في اول غرزة حشو. وفي تاني غرزة حشو هيخد تلاتة عمود. واحد اتنين تلاتة. تمام? فبقى معايا. واحد اتنين. ادي اول سلسلتين دول بمثابة عمود. اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى هاخد آآ سلسلة ولف الشغل. هيبقى معايا خمسة غرزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. دايما اخر غرزة حشو بتبقى في السلسلتين اللي انا ارتفعت فيهم. في تاني سلسلة. او ممكن اخدها في الفراغ. يعني انا ممكن ادخل في الفراغ واخدها. لو انا معايا معايا موضوع السلسلة. تمام? وبعدين هرتفع سلسلتين. يبقى انا في سطر بارتفع سلسلة وسطر بارتفع سلسلتين. هلف الشغل. وحدخل في نفس المكان اخد عمود. وبعدين سلسلة. وبعدين هفوت سلسلة. وادخل في التانية اعمل عمود. وفوت سلسلة. وادخل في الاخيرة. اعمل. عمود سلسلة عمود. فبقى معايا عمود سلسلة. ادي اتنين. ادي تلاتة. ادي اربعة. ادي خمسة ستة سبعة. كل كل غرزة من دول هاخد سلسلة والف واعمل سبعة غرزة حشو. سوري. فيبقى انا في كل سطر بزود غرزتين يعني بيبقى فيه معايا اتنين غرزة حشو. يعني هنا كانوا تلاتة وبعدين هنا خمسة وبعدين هنا سبعة وهكزا. هعمل هنا سبعة غرزة حشو. واحد. وحاجي هنا اعمل اتنين. تلاتة. سوري. ثانية واحدة. عديني خد اتنين. وحاجي هنا اعمل تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. وبعدين اخد سلسلتين. ولف الشغل. هعمل سطر عواميد. بصوا هي عبارة عن سطر عواميد سطر حشو. سطر عمود سلسل عمود سطر حشو. وهكزا هرجع اكرر تاني. عواميد اهو هدخل في نفس المكان كمان مر. ايه دي عمود. في كل غرزة حشو بقى غرزة عمود. هي ليه من كل سطر وسطر غرزة حشو. عشان انا بشتغل التزايد في جنب واحد. فانا ببقى عايز ارجع له. ارجع زود في نفس المكان. هيخد عمود. 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 لحد اخر غرزة. اخر غرزة بعمل فيها تلات عواميد. ادي واحد. في اخر غرزة من غرزة الحشو بعمل فيها تزايد بتاعي. فانا عملت عمود. انا هنا وصلت الاخر غرزة. غرزة حشو. هعمل فيها تلاتة عمود. فدايما التزايد معي بيبقى في اخر غرزة حشو. ادي واحد. ادي. اتنين. ادي. ثلاثة. خلصت السطر ده هرتفع زي ما قلنا سلسلة. يبقى انا ما بين كل سطر وسطر برتفع بعمل غرزة حشو. هلف الشغل واعمل في كل راس عمود غرزة حشو. ما بعملش في السطر ده تزايد على فكرة خالص. السطر بتاع غرزة الحشو بعملش فيه اي تزايد. تمام. هي هتبان بعد يعني بعد شوية كده هتبتدي تبان معنا انها صحية. تمام كده بقى انا عملت في كل غرزة غرزة حشو. هيبوصوا ابتدي اتبان ازاي? ابتدي اتبان اهي ان تزايد على ايه? على خط واحد. هرتفع سلسل تي. احنا قلنا بقى. هي سطر. عمود. وبعدين حشو. وبعدين عمود سلسلة عمود. وبعدين حشو. ونرجع عن كرار تاني. هلف الشغل وادخل في نفس المكان ايخد عمود. وبعدين سلسلة. وبعدين افوض سلسلة وادخل في اللغراها ايخد عمود. واخد سلسلة واخد سلسلة ويخد عمود. واخد سلسلة واخد في عمود. فيبقى انا كده عملت التزايد على نهاية اهو زي ما نشايفين بصوا التزايد بيقافين. التزايد بيبقى في الحتة دي بس. ودي كلها بتبقى مستقيمة. يعني بتبقى سبتة كده ما فياش تزايد. هرتفع سلسلة ولف الشغل وادخل اعمل في كل راس عمود غرزة حشو. وفي الفراغ هنا غرزة حشو. فوق كل غرزة انا اشتغلتها سواء سلسلة او عمود باخد غرزة حشو. ما بعملش هنا تزايد. تمام كده? في كل الغرز دي غرزة حشو. عند اخر غرزة اللي هي المفروض ان هي بتبقى عمود ودخلت في نفس المكان هي غرزة واحدة. بدخل فيها اعمل غرزة حشو. بصوا بقنات ازاي اهي? وبعدين هرتفع سلسلتين. انا هنا كان عندي عمود سلسلة عمود يبقى السطر اللي بعد كده ايه? عمود هدخل في نفس المكان اعمل عمود. وبعدين في اللي بعدها عمود? واللي بعدها عمود? هيخد عواميد لحد نهاية السطر. وعند نهاية السطر بعمل التزايد بتاعي. عند نهاية السطر بعمل دي وشايفين بعمل عواميد عادية خلص نعملش اي تزايد جوه. التزايد كله في اخر غرزة حشو. يعني في اخر غرزة حشو. ايه دي الغرزة القبل الاخيرة. الغرزة الاخيرة بعمل تلاتة عمود. واحد اتنين تلاتة. يبقى دايما التزايد معي بيبقى في اخر غرزة. باخد سلسلة والف في الشغل. واشتغل في كل غرزة من دول غرزة حشو. تمام كده? غرزة الحشو بتخليني يعني ما يفعش غير في الباترون ده. غرزة الحشو بتخليني ارجع سطور سبات. يعني انا مش عايزة ارجع بتزايد. انا عايزة ارجع بسطور ستبات. علشان وانا رجع ازود ارجع عامل تزايد تاني هنا. اهو. حشو. عند اخر غرزة غرزة حشو. كنت مالكو احنا بنزود كل سطر يعني كل غرزة اتنين. يعني في نهاية كل سطر بزود اتنين. هيخد سلسلتين ارتفاع. السطر اللي بعد كده هيبقى ايه? احنا اشتغلنا العمود اهو. يبقى اللي بعد كده عمود سلسلة عمود. بدخل عمل العمود في نفس المكان. وبعدين باخد سلسلة وبفوض غرزة وباخد في اللي بعدها. وبفوض غرزة واخد في اللي بعدها. بفوض غرزة واخد في اللي بعدها. واخد سلسلة وفوض غرزة واخد في اللي بعدها واخد سلسلة وفوض غرزة واخد في اللي بعدها واخد سلسلة وفوض غرزة واخد في اللي بعدها اخر غرزة بيبقى فيها التزايد بعمل عمود سلسلة عمود فبقى معايا عملت التزايد اللي انا عايزاها في اخر غرزة. تمام كده? هي ابتدت ايه? بصوا الفكرة ان هو ايه? من هنا. من هنا جزء مستقيم. ومن هنا فيه تزايد. وهكذا بكرر كل السطور لحد ما وصل للمسافة اللي انا عايزاها. انا عملت المسافة اللي احنا بنعوزها دي. يعني انا بشتغل على الجزء ده. لان الجزء ده اكبر من الجزء ده. يعني لو جينا نقيس بالمزورة. الجزء ده هنلاقيه اكبر من الجزء ده. انا هشتغل لحد ما الجزء ده معي يبقى هو الطويل اللي هنا عزايا. يعني بصوا شكل المسلس عامل ازاي? هو مسلس مقلوب كده. يا بصوا شكله عامل ازاي? بيبقى فيه جزء ضلح اكبر من ضلعة هو مش مسلس متساوي الاضلع. حلو الجزء بتاع الهندسة ده? لا مش متسلس متساوي الاضلع. هو مسلس. بصوا الناس اللي بتفهم في الرياضة والهندسة اه هو مسلس مش اضلع ومش بعضها. فكل ما بنطلع كل ما الجزء ده بيجبر والجزء ده بيجبر. فدايما بيبقى الضلع ده والضلع ده اكبر من الضلع ده. تمام كده? هكمل ممكن اشتغل معكم كمان سطرين عشان اوريكم هنعمل بقى الجزء بتاع العراوي فين? انا زي ما قلت لكم خلصت السطر بتاع عمود سلسلة عمود. هشتغل سطر الحشو. هاخد سلسلة ولف الشغل. وادخل في كل غرزة اعمل غرزة. حشو. اعمل في كل غرزة غرزة. حشو. في كل غرزة غرزة. حشو. تمام كده? في كل غرزة غرزة حشو. وفي اخر غرزة دي اللي احنا اشتغلنا اتنين في واحدة بعملها غرزة واحدة بس. غرزة حشو. انا هنا خلصت السطر بتاع الحشو. وهنا كان اخر سطر معايا. عمود سلسلة عمود يبقى السطر البعد كده هيبقى عميدة. هرتفع اتنين سلسلة. والف الشغل. وادخل في نفس المكان. اعمل عمود. وفطلة اشتغل في كل غرزة حشو انا اشتغلتها عمود. في كل غرزة حشو اعمود. وصلت عند اخر غرزة. هعمل التزايد بتاعي. هعمل هدخل في اخر غرزة حشو. واعمل عمود. اتنين. تلاتة. اظن ابتدت توضح هيه وتباني فكرة عاملة ازاي. انا اشتغلت لحد طول تقريبا بنفس الطريقة هي مفيش اي تكرر. بصوا اهي هنا عاملة ازاي اهي. بدأت اهي زي كده. فابتدى بقى الضلع ده ثابت. وده اللي بيجبر. اهي بصوا اهو. الضلع ثابت اهو. والضلع التاني هو الزاوية التانية هي اللي بتجبر. طبعا انا هو عايز كوي عشان يتفرد. لان انا كنت بجربه في اللبس. لحد ما بصوا الضلع ده بقى قد ايه? بصوا هنا. الضلع ده بقى اشوفوا انا ما نيجي نحطه على بعض. الضلع ده بقى حوالي. يعني انا بحب قيس كده بالشبر زي ما انتم عارفين. واحد اتنين يعني حوالي خمسة وتلاتين سنتي. اتنين. حوالي تلاتين. خمسة وتلاتين سنتي. او ممكن يوصل تمانية وتلاتين سنتي. الضلع ده. تمام? الفكرة بقى في بتاعة ده ان انا الجزء اللي هو الرفيع ده. انا بلفه حوالينا الرقبة كده. وبعد دي جوه فراغات هنا. يا بصوا الجزء ده بيبقى بينتنى كده. كده. وبيبقى جاي على الكتف كده. والجزء ده بيتلاف. وبينزل يعدي من هنا. فانا بشتغل لحد طول المناسب بتاع المقاس اللي انا عايزة. فانا خدت طوله تقريبا هاسهلكو كده. طول الضلع اللي هو الكبير ده حوالي خمسة وتلاتين سنتي. انا بشتغل بدون مقاسات محددة. يعني من غير مالهاش مقاسات ستاندرد يعني. فانا هكمل اخر سطر معاكم وبتدي اوليكم بقى العراوي جزء بتاع العراوي احنا هنشتغله ازاي? انا اشتغلت هنا بخيط اسمه آآ انقرة. خيط مهير اسمه انقرة. الخيط لطيف قوي يعني حل من المهارات اللطيفة. انا حب المهارات وطلعة تريندا قوي السنة دي. انا هنا بسطر العمود. بشتغل سطر العواميد. انا حابة اللون كمان اللون غريب ولطيف يعني مش لون آآ مش لون وحش يعني. تمام? اهو سطر العواميد. انا هنا هو عند الغرزة. الاخيرة سمتوا شايفين? هشتغل واحد اتنين تلاتة. انا طول ما انا شغالة ما بوقفش التزايد. ما بوقفش التزايد. باخد سلسلة وهلف الشغل واشتغل تاني في كل غرزة غرزة حشو. لحد نهاية السطر. نفس اللي انا اشتغلته في القطع الصغيرة انا باشتغلها هنا. اهي. في كل غرزة حشو غرزة حشو. فانا هخلصها آآ برا الكاميرا وارجع واريها الكتين. انا هنا خلصت سطر الحشو. وهبتدي السطر اللي هعمل فيه العراوي بتاعة السكارف. تمام? هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة سلاسل. واخد تلات لفات على الابرة. وادخل في اول غرزة. واسحب. واخرج من اتنين. وبعدين اتنين. وبعدين اتنين. وبعدين اتنين. يبقى انا هنا عملت عمود بتلات لفات. تاني. هيخد. واحد اتنين تلاتة. وادخل. واعمل اطلع من واحد اتنين اتنين اتنين. تمام كده? وبعدين اخد تلات لفات على الابرة. وادخل كمان واحد اتنين. اطلع من اتنين. من اتنين. هو نفس اللي انا بشتغله تحت بس طولت العمود شوية. انا ليه طولت العمود? علشان انا عايزة لما لف ادخل الشال جوه. اه الدي تقضي وما توسعش الغرز بتاعتي. تاني هاخد كمان تلات لفات. وادخل. واطلع من اتنين. واتنين. 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 بقى كده معي كم عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هشتغل كمان خمسة. خمسة بنفس الطريقة. فيمقى معي عشر عواميته. تلاتة. وادخل. واحد اتنين تلاتة. وادخل. تمام اهو. واحد اتنين تلاتة. اتنين تلاتة. اربعة. واخد تاني تلات لفات وادخل. معامل واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام كده? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. بقى معي عشر عواميته. هيخد عشر سلسل في الفراغ. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. تمام كده? هفوت تحت عشر. عشر غرز. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. وادي الغرزة الحد غشر. اهي. تمام? اممكن احط فيها ماركر عشان ايه? ابقى يعني ما اتلغبتش فيه. انا هنا علمت الغرزة الحداشر. وبعدين هيخد. واحد اتنين تلاتة بقى معي تلاتة لفات على الابرة. وحدخل في الغرزة رقم حداشر دي. واخد اعمل عمود بتلات لفات واحد اتنين تلاتة اربعة. فبقت عملت عندي الفراغ ده. تمام? هرجع اعمل تاني عشر عواميط. بااا بتلات لفات. انا خدت واحدة اهو. هبتدي اعمل اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هربحشن 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 ثم تحسن هدفعشن هروا اهي. بقى عندي عشرة وعشرة بالفراغ وعشرة. اعلم تاني هعد تاني عشر غرس. ادي. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة. انا هعد عشر سلاسر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. وبعدين اخد واحد اتنين تلات لفات. واجي في الغرزة اللي انا حطت فيها الماركر. واخد عمود بتلات لفات. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. وهكذا حكمل لحد نهاية السطر. بصوا. لو انا جلقيت ان نهاية السطر هتيجي فراغات مش مهم. انا عايزة انهاية السطر تبقى عواميد. يعني اول السطر عواميد ونهاية السطر عواميد. يعني الفراغات دي مش مهم عددهم. يعني مش مهم يطلعوا اتنين تلاتة اربعة مش مشكلة خاص. تمام? هكمل برضو معاكم لحد ما وريكم قصدي ايه في السطر ده. فحكمل شوية كده لحد ما وصل لنهاية وريكم قصدي فيها ايه? انا هنا طلع عندي حوالي خمس فراغات. بصوا اهي. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام كده? عند اخر جزء. يعني انا ممكن اشتغل هنا عشرة ويتفضل اخر ممكن ده. انا هكمل كل دعوة ميدة. اللي هي عمود بتلات لفات. ايه دي التلات لفات بتوعية هم? هكمل الجزء ده كله عمود بتلات لفات. واحد اتنين تلاتة. انا هوا. لحد اخلصهم لحد اخر غرز. عشان هعمل برضو تزايد في اخر غرز. انا هنا وصلت لاخر غرزة. هعمل التزايد بتاعي العادي. هيخد تلات لفات. وحدخل في اخر غرزة حشو. ادي عمود. وحاخد كمان تلات لفات. وحدخل في نفس المكان كمان مرة. وادي عمود. وحاخد تلات لفات. وادخل كمان مرة. واخد عمود. بقى عندي تلاتة عمود بتلات لفات. هبتدي اكمل فوق ده تاني. انا ده مش اخر سطر عندي. هبتدي اخد. وانا راجعة كنت بعمل ايه? باخد سلسلة. وبالف الشغل. كده. وهشتغل فوق كل غرزة من دول غرزة حشو. جرزة حشو عادية خالص. زي ما كنت بعمل. وحيجي عند العشر سلاسل اللي في النص. هشتغل فيهم غرز حشو. هشتغل في كل غرزة جل سلسلة غرزة حشو. هبتدي الف الغرزة كده. وادخل في كل سلسلة غرزة حشو. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. فعندي عشر غرز حشو. وبعدين ارجع امشي فوق كل سلسلة. فوق كل عمود وغرزة حشو. وهكده لحد نهاية السطر. وبعدين هرجع اكمل تاني فوقه. ممكن هكمل مسلا انا ممكن انهي على كده. ممكن يعني كده يبقى خلص. ممكن انا هرجع اكمل كمان فوق. انا هخلص البكرتين. هو ده كده نسبة قليلة جدا. يعني كميت الخيط لان الفتلة حلوة. والبكرة طويلة عدد امطارها كتير. اه هكمل فوق تاني بقى بعد كده. هرجع اشتغل كل اللي كنت باشتغله. عمود سلسلة عمود. وفي اخر غرزة. انا برضه هخلص سطر دماغك ووريكم سطر كمان. وبعد كده هكمل لحد ما انا عايزة. وهشرح لكم بقى الفكرة بتاعت تدكيك وحاول اجبها لكم في الكادر بيناي. انا خلصت السطر زي ما انتم شايفين غرز حشو لحد اخر غرزة. وبعدين هرتفع سلسلتين. وهالف الشغل. وارجع ادخل في نفس المكان. واعمل عمود. وبعدين سلسلة. وبعدين افوت سلسلة وادخل في اللي وراها. وهكرر نفس اللي كررته. تحت هكرره فوق. حوالي ست سبع سطور كمان. لحد ما الخط يخلص معي. يعني انا مش عايزة هي يبقى طويل قوي. هو مايفضلش يبقى طويل قوي. هو بيبقى بس على الكتف. بفوت سلسلة واخد سلسلة. بفوت واحدة واخد واحدة. بفوت واحدة. واحدة واخد واحدة. بفوت واحدة واخد واحدة. واحدة واخد واحدة. واخد واحدة لحد نهاية السطر. وهرجع اكمل زي ما قلتلكم. انا بقي عندي مسلا الجزء قدامنا الخوف. هشتغل خمس ست سطور. وبعدين هسيب شوية عشان هعمل منه شرشوبة اللي تتحط في البوزة بتاعت الخيط. في الطرف ده. انا بقى بيتلبس ازاي يا الفكرة بتاعته ان انا بجيب الضلع زي ما قلتلكم. الضلع الاكبر. الشال بيبقى الجوزة بتاعته. اللي كده. وبعدين الجزء اللي هو اللي فوق ده. بيتلف على الرقبة كده. اهو. وبعدين ببتدي ادخله. هنا. ويطلع من هنا. ويدخل من هنا. ويطلع من هنا. بصوا بيديني بقى. وبعدين بيبتدي ادخله من هنا. ويطلع من تحت من هنا. فحيديني. الشكل ده. بصوا بيدي شكل زي كده. تمام? طبعا علشان ما يعني ما وبين كده مكالك عقوي. بس هو في الحقيقة مش كده خطس. يعني على في اللبسة هيبقى اصبت من كده بكتير. اهو. بيبقى كده. الجزء ده بيبقى على الرقبة كده. بيبقى ملفوف حوالين الرقبة. بيبقى كده. لسه بقى لما كمل بقيت الشغل هنا. حيكمل. وفي ناس بقى ممكن يتعقل. ممكن يتساب كده لو هو مش مش حيرخي يعني مش هيجرله حاجة. وآآ ممكن نسيبه اعمل له عقدة من هنا. في بعض الصور معمول في عقدة من هنا عشان ايه ما يتفكش من بعض. بس هي دي فكرته. انا هخلص برضو الكام سطر دول. وممكن اوريها لكم. آآ مش باين قوي هو كده في التعليقين هو في اللبس باين. تمام كده? بس اهم حاجة بستخدم تضلع الاطول. الجزء الاطول. اللي هو الجزء ده. الجزء ده اللي بيتلف. تمام? يعني انا بستخدمش الجزء اللي تحت. بستخدم الجزء الاطول. هو اللي بيتلف ويجي كده. لكن لو جيت الف الجزء القصير قصير. تمام? فانا بلف الجزء الاطول. والله عايزينه ديق قوي على الرقبة. يعني لو انا عايزة ديق على الرقبة انا ممكن استخدم جزء قصير. ممكن يستخدمه كده برضو. هي هي. بس طريقة سهلة جدا وموديل سهلة جدا فيوش اي حاجة.